فتح هرم اللهون في مصر الذي يعود بنائه إلى أربعة آلاف سنة ماضية، أبوابه أمام الجمهور للمرة الأولى، ليتسنى رؤية شبكة من الممرات وغرفة قديمة للدفن داخله. وقد فريق صغير من الأثريين من وزارة الآثار المصرية حوالي عام في تطهير غرفة الدفن داخل الهرم. ويقع هرم اللهون الذي بناه الملك سنوسرت الثاني من الأسرة الثانية عشرة في محافظة الفيوم إلى الجنوب من القاهرة، واكتشف مدخله العالم الإنجليزي فلندرس بيتري عام 1889. لكنه ظل مغلقا منذ ذلك الحين إلى أن قررت وزارة الآثار منتصف عام 2018 إعادة ترميمه وتأهيله.